السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة نعمل فيديو جديد للصف الثالث الاعدادي. ان شاء الله هنشرح فيه قواعد الترمي الاول. بإذن الله. ان شاء الله لو لقينا الفيديو طويل ممكن هنزله على جزئين. اتمنى اني اقدر افدكو. وندخل كده مع بعض على الفيديو. نبدأ بسم الله. عندي يونت وان. اللي عنوان بتاع الوحدة بيقولي ارعون تاون. ان شاء الله هنشرح من كتابين. عندي كتاب المعاصر وكتاب بيت باي بي. الجرامر في يونت وان. جزئين. عندي جزء خاص بال الوقت والمكان. خاص بالحروف القر بالوقت والمكان. وعندي اللي هو زمن المضارع البسيط. اول حرف القر معنا هو حرف القر ان. وي بيجي قبل ال years. قبل السنين. وي قبل ال month of the years. اللي هي شهور السنة. عندي ال seasons of the years. اللي هي فصول السنة. الامثلة عندي in may. او اي شهر من الشهور للسنة. عندي in winter. او اي فصل من فصول السنة. كمثال. اقول in January. in October. اي قبل السنين اقول in. ووراها السنة من السنين اللي فاتت. لما نيجي نقرأ السنين هنا. بنقسم الرقم نصين. عندي تسعة عشر وي تسعة وتسعين. يبقى ال nineteen ninety nine. in nineteen ninety nine. بداية من الفين. هقول two thousand. بعد الالفين. هقول two thousand and one. two thousand and two. two thousand and three. لحد الفين وتسعة او two thousand and nine. او نقول two thousand twenty. نقسم برضو التاريخ نصين او twenty oh nine. twenty oh seven. يعني 2007-2008. twenty oh nine. الفين وتسعة. وبعد كده اقول twenty ten. اللي هي 2010. قبل العقود كلمة عقد اللي هي فترة زمنية. مدتها عشر سنوات. اسمه decade. decade. يعني اقول in the nineteen hundred. in the nineteen hundred. السفرين دول بنقول عليهم هندردز. ام ام ام. ممكن اقول in قبل اجزاء اليوم اللي هي المسبوكة بذا. يعني اقول in the morning. in the afternoon. in the evening. اما مع النايت بنقول اي. ام. في تعبيرات زمنية ام معينة اقول in three days. يعني في خلال التلات ايام او in five minutes. يعني في خلال اه خمس دقائق. اه معانا حرف الجر ات. وبيجي قبل وقت محدد. يعني هقول ات nine o'clock. ات seven o'clock. يعني بساعة المحددة. او ممكن اقول ات نايت او ات نون. هنا الات بتيجي مع النايت. ومع انون. at the weekend. at lunch. او at lunch time. at dinner time. at the moment. at prison. at the same time. at dinner. at breakfast. at lunch. at the age of. اه معانا حرف الجر اون. ممكن استخدمه مع ايام الاسبوع. زي اقول on monday. on saturday. عندي قبل التواريخ اللي فيها يوم. يعني لو انا ما عنديش اليوم عندي شهر بس. لا اقول in. اما معايا يوم. رقم او يوم زي اسامي الايام. هقول on the tenth of november. on tenth of november. يعني عندي الواحد. هقول first. اللي التاني. هقول second. التالت. هقول third. وبعد كده الارقام من اربعة لحد واحد. اه لحد العشرين. اه نقول فيها th. وبعد كده اقول واحد وعشرين اول first. twenty first. اه اتنين وعشرين twenty second. اه ثلاثة وعشرين اول twenty third. وبعد كده من اه اربعة وعشرين ل اه رقم ثلاثين. هقول اه احط الرقم وحط جنبه th. ومع الايام اللي هي رقم واحد وثلاثين بنحط ال sd جنبها. اه عندي اه لما نذكر اه يوم يلي جزء من اليوم. زي هنا. on tuesday morning. يبقى هنا اليوم. وهنا جزء من اليوم. ما بقولش in. لا هقول on tuesday morning. كلمة holiday بيجي معها حرف الجر on. on holiday. اما the week in او the week in. on time. يعني في الوقت المحدد. اه في حرف الجر in كمان ممكن استخدم in time ولكنه اه في الوقت المناسب. يعني ممكن قبل الوقت بفترة. يعني مناسبة. عندي حرف الجر four. ممكن اقول four three hours. يعني لمدة اه تلات ساعين. اه بكده احنا ذكرنا ال prepositions of time. هندخل مع بعض على ال prepositions of place. اه معانا اه اه اات و in و on. اات بنجيبها مع العنوين او قبل العنوين اقول اات الثورة street. اه وممكن اجيب اات قبل الاماكن الصغيرة. عندي in قبل المدن والدول والقرب. اللي هي الاماكن الكبيرة. ومع وسائل المنصلات الصغيرة. زي in a taxi. و in a car. عندي on. بنجيبها قبل الاسطح. اه زي on the bed. مع التعبيرات المعانية. زي on the left. on the right. on the corner. وممكن كمان نستخدمها. مع التكنولوجيا. زي on the phone. on the radio. on tv. on the computer. eee on the mobile phone. on channel two. يعني على قناة التانية. او اجيب التعبير on. what's on. اه. مثلا اللي هو on tv. يعني ايه اللي موجود في التلفزيون. عندي on the bus أو on the train مع وسائل المواصلات الكبيرة اللي بقدر أمشي جواها وهنا فيه فاصل ما بين حرف الجر وما بين وسيلة المواصلات. معانا prepositions of place حاجات تانية غير اللي احنا أخدناها من شوية. عندي in اللي هو جوه في داخل. عندي on يعني على next to يعني بجانب behind يعني خلفة عندي in front of أو opposite بس عندي in front of يعني أمام. أما opposite يعني مقابل لي يعني على الجهة المقابلة عندي under يعني تحت. near يعني بالقرب من between يعني بين حكتين. عندي on the corner يعني على الركن أو على ناصية أو على الزاوية عندي above يعني فوقها. the present simple tense ده الزمن اللي معنا ودايما بنستخدم الزمن المدورع البسيط مع الأحداث اللي فيها حقائب اللي فيها عادات متكررة. بمعنى إن أي حاجة بتستخدم باستمرار الحدث بيتكرر فيها أي جدول موعيد جدول الأطرات موعيد الأطرات موعيد الأوتوبسات موعيد الطائرات موعيد حتى الدروس والدكاترة أي حد بيبقى عنده معاية ثابت ده بنستخدم في زمن المدورع البسيط. التكوين عندي في الجملة الخبرية بنبدأ بالفاعل الفاعل ممكن يكون ضمير أو ممكن يكون اسم سواء اسم مفرد أو اسم جمع. عندي الاي والوي واليو والذي وأي اسم جمع بياخد الفاعل في المصدر اللي هو الانفينيتب. أما اله والشي والإت والاسم المفرد بياخد الفاعل مضاف إلي اس أو اس أو اي اس بنضيف الاي اي اس لما يكون الفاعل آخر واي وي سابق الواي حرف ساكن بنحزف الواي ونضع اي اس الأفعال إلى نهايتها اس أو اس اس سي اتش أو اس اتش اكس أو أو الست نهايات دول لما نشوفهم في الأفعال بنضع النهاية الاس في نهاية الفاعل ويكون مع الفاعل اللي هي أو الشي أو الات أو أي اس مفرد الاس بنضفها للأفعال اللي بيكون نهايتها اي أو أي فاعلتين على سبيل المثال عندي the maps show how to travel by metro يبقى هنا الخريطة بتوضح لي حقيقة يبقى هنا show the maps اللي هي الخرائط بتوضح show how to travel by metro the train usually takes the train usually takes 12 hours from كايرو to اسوان هنا بيقول يلاحظ أن الأفعال عندي الفاعل الغائب اللي هي وشي قلقت وأي اس مفرد بنضع معه اس مع الفاعل زي the library opens دي حقيقة وده معي الثابت المكتب بتفتح فيه يبقى هنا أستخدم الفاعل في المدارع البسيط هنا برضو كمان بيقول بنضيف اس مع النهايات الاس والاس اس ch وال o وال x هنا زي ما احنا شايفين the film finishes at 10 30 يعني انتهى الساعة عشرة ونص يضاف للفاعل i اس إذا كان مع الفاعل هي وشي وقت والاسم المفرد إذا كان منتهي ب y و يسبق حرف ساكن زي كلمة fly f l y او carry او cry اي فعل اخر y وقبل حرف ساكن بنحزف ال y ونضع i e s استخدام المدارع بنعمل الجملة المنفية باستخدام don't we doesn't قلنا ال i وال we وال you زي والاسم الجنب بياخد don't زائد الفاعل في المصدر we والشي والات بياخد doesn't زائد الفاعل في المصدر لكن هنا بيقول لي لاحظ ان مع النفي المدارع مع ال he والشي وال it والاسم المفرد عندي doesn't لازم يجي بعدها فاعل في المصدر بدون اي اضافات يعني لما نيجي ننفي الجملة ما ينفعش اقول she doesn't plays هنا في الجملة المثبتة اقول she plays tennis on sundays يبقى هي بتلعب tennis on sundays لما نيجي ننفي الجملة هقول she doesn't play ما ينفعش احط s مع الفاعل وكذلك never never برضو لما نيجي نضعها مع هتصبق الفاعل وبنضع لها s ولكن هنا بتعطيني معنى النفي ولكن مفيش نط هي never نفسها بتدي معنى النفي و never من الكلمات اللي هي adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار وبستخدم من الكلمات الدلة على المضارع البسيط ومكانها دايما بيصبق الفاعل العادي ولكن بتيجي بعد verb to be نلاحظ مع بعض استخدام verb to be في المضارع اللي هو am بييجي مع الفاعل i ال is بتيجي مع ضمائر الفاعل الغائب اللي هي he وش وit او الفاعل المفرد او الاسم المفرد ال r بتيجي مع ال we وال you وال they او الاسم الجمع وده اختصارهم الابستروفي m ابستروفي s ابستروفي r e المثال موجود بيقولي the space expression يعني معرض الفضاء is a the science museum في مدحف العلوم عندي الاسئلة ال introgative اللي هو صغط الاستفهام عندي yes no question السؤال مبدو بفعل مساعد وهنا بمعنى هل اول حاجة ببدأ بال do او الض اللي انا استخدم في النفي نفس الكلام هنستخدم الفعل مساعد do وdoes في السؤال وبيجي بعده الفاعل وبعده مصدر الفعل هنا الاجابة اما yes او no وبعمل المقص بين الفاعل والفعل المساعد يعني بقولي do you like sport الاجابة yes يبقى yes اليو في السؤال بتتحول ل i واجيب do زي ما بدأت بيها هاختم بيها في النفي لازم احط نط بعد الفعل المساعد does he او she او it بعدها ومصدر الفعل does he get up early on fridays لو الاجابة yes يبقى yes he does لو الاجابة no no he doesn't هنا بيقولي يحزف حرف الاسم من الفعل عنده السؤال بdoes يبقى عندي الفعل في المصدر بيجي في النفي مع don't وdoesn وبيجي في السؤال مع do وdoes النوع الثاني من السؤال عندي سؤال مبدو باداة استفهام اللي هي question word w h question يعني الكلمات الاستفهام زي what when where how how many how much اي كلمة استفهام عندي do وبعدها الفاعل وبعدها مصدر الفعل او كلمة الاستفهام وdoes وبتيجي الفاعل اللي هي هي وشي وقت كل الفعل مساعد خاص بالفاعل بتاعه وبعد كده مصدر الفعل اي سؤال اوله اداد استفهام يبقى الاجابة عليه بجملة نشوف الفاعل بتاعي واجيبه في بداية الاجابة هنا هنا بيقول الكلمات الدلة بيقول لاحظ ان عندي ظروف التكرار اللي هي الادverbs of frequency اللي هي always sometimes usually often whenever كل دول الكلمات المستخدمين ككلمات دلة لزمن المدارة البسيط طبعا احنا اخدنا الادverbs of frequency في سنة ستة ابتدائي والأولى وتانية اعدادي وكمان في تلتة عندي always يعني دائما sometimes يعني احيانا usually يعني عادة often غالبا never يعني ابدا وهنا مكانهم قبل الفعل في قبل الافعال العادية اما مع verb to be فبيجو بعد verb to be ونلاحظ ان مع ظروف التكرار مع الهي والشي والإت الفعل بعدهم بيجي محتوط له اس عادي جدا او اس او اس هنا بيقول يستخدم زمن مدارع البسيط لتحدث عن الاحداث او المواقف المرتبطة بجداول مواعيد احنا لسه قيلين حالا ان اي جدوى مواعيد زمنية ثابتة اي حاجات مواعيد للطيرات واللوكترات ومبارات وحساس وامتحانات مواعيد عمل مواعيد برامج مواعيد معارض مواعيد مصرحية اي مواعيد ثابتة بنستخدم فيها المدارع البسيط الامثلة بيقولي احنا عندي ده حاجة لسه ما جاتش ده معاد في المستقبل لكن طالما المعاد جدول ثابت هنا بنستخدم زمن المدارع البسيط هو الجمعة الجاية لسه ما جاش لكن المعاد هنا مسبق يعني محطوط مسبقا وده معاد ثابت هنا بنستخدم زمن المدارع البسيط بيقولي لاحظ ان في افعال شائعة الاستخدام يعني دي دايما مع الموعيد زي close زي open start end leave finish arrive take off كلمة take off بستخدمها مع الطائرات بمعنى يكلع للطائرة وعندي land معنى يحبط للطائرة معانا اسئلة دايما نستخدمها في السؤال عن الموعيد للقطر أو المغادرة الرصيف الرحلة هتستغرق قد ايه الامثلة والاجابات بتاعتها مثلا هنا بيقولي what time does the train leave what does the train what time does the train to aleksandria leave what time does the train to aleksandria leave يعني معاد القطر اللي هيروح اسكندرية هيغادر امتا اللي 8 11 30 number 2 which platform does it leave from يعني من اي رصيف هيغادر اللي from platform 7 يعني من رصيف رقم 7 how long does the journey how long بتسأل على طول المدة الزمنية does the journey take to aleksandria يعني المدة التي تغرقها الرحلة الاسكندرية قال about 3 hours number 4 قال how many passengers travel how many passengers travel by train every year in ايجب يعني كام عاد المسافرين اللي بيسافروا بالقطر كل سنة في مصر قال more than 800 million passengers يزيادة عن 800 مليون راكب سنويا what type of energy do trams use يعني اي نوع من الطاقة التram بيستخدمها التram ده اللي هو الاطر اللي بيستخدم بيتحرك بالكهرباء they use electricity electricity اللي هي الكهرباء what's special about some of the trams in alexandria ايه المميز او اللي بيخص بعض التramات او بعض الكطار الترام في alexandria اللي they have two flowers يعني لهم طابقين when we make suggestions we use some expressions لما بنيجي نعمل اقتراحات بنستخدم بعض التعبيرات زي shall we why don't we او why don't you و بعدها مصدر الفعل let's بيجي بعدها مصدر الفعل زي let's play يلا نلعب what would you like to وقول الفعل في المصدر عندي امثلة shall we go to the swimming pool why don't we go to the park let's go to the museum would you like to meet up this evening عندي how about what about دو لخوات دايما بيجي بعدهم يئما ناون يئما فير زي اي انجي to express preference يعني هنعبر عن الحاجات اللي بنفضلة انا عندي عايز اقول انا بفضل كزا اقول i'd prefer i'd prefer وبيجي بعدها تو زائد الانفينيتب i prefer وبعدها الانفينيتب وبعدين ing وعندي الفعل prefer ونون وing عندي مثلا الامثلة بيقول i'd prefer to go to somewhere indoors كلمة indoors يعني داخلية اه اي اي بريفير going to somewhere indoors هنا عندي برضو عندي اي بريفير حاجة وبعدين تو حاجة المثال بيقول اي بريفير playing football تو playing basketball يعني انا بفضل لعب القرة القدم عن لعب البasket ball اه تاني وحدة معنا بيقول let's go shopping يعني هيا نتصور اه في القواعد بتاع unit 2 هنعمل ازاي اه مقارنة وتفضيل بين الصفاء احنا بنستخدم الصفات لوصف الاشياء زي الامثلة بيقول it's a small cat يبقى الصفة وصفة الاسم this bag is big يبقى انا البيج دي وصفة البيج عندي نوعين من الصفات عندي short adjectives وعندي long adjectives short adjectives اللي هي مكونة من مقطع واحد زي fast زي big زي sad happy وي اي صفة تاني زي short زي tall زي small عندي long adjectives اللي هي الصفات المكونة من اكتر من مقطع زي interesting fantastic beautiful dangerous والصفات دي بتكون مكونة من اكتر من مقطع عندي بنعمل المقارنة في الصفات القصيرة باضافة er للصفة لو عندي fast هتبقى faster عندي old هتبقى older وبنجيب بعدها كلمة than يبقى اطول من يبقى عندي الجملة هتبقى عندي الطرف الاول اللي هو الفاعل بتاعي وبعدين verb to be اللي هي is لو هو كلمة مفرد او r لو هو جم وبعدين الصفة القصيرة وبعدين بضيف لها er وبعدها كلمة than واجيب الطرف التاني من المقارنة هنا ممكن اضيف er لو الصفة زي كلمة fast زي كلمة tall عندي صفة ممكن اضيف لها r فقط زي كلمة large بتبقى larger زي close closer عندي بضعف الحرف الاخير اذا كانت الصفة عبارة عن الحرف الاخير حرف ساكن ويصبكه صوت متحرك زي big زي hot زي thin زي fit عندي بضعفنا الحروف الاخيرة واضفنا er اما 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 الصفات المنتهية ب y ويصبكها حرف ساكن بنحذف ال y ونضيف ال i e r زي easy هتبقى easier happy happier lazy lazier healthy healthier وي كلهم حزفنا ال y الاخيرة وحطينا بدلها i وحطينا er اما الصفات الطويلة فبنجيب كلمتين قبلهم زي more اللي هي اكثر او less اللي هي اقل والصفة الطويلة زي ما هي ما بنضيفش er ولا اي حاجة وبعدها كلمة than زي هنا مقول more beautiful يعني مثلا لو قلت هدا is more beautiful than mona يبقى انا عندي هدا اكثر جمالا من mona هنا بيقولي kittles يعني الغليات are more expensive يعني اكثر غلاء او فلوسها زيادة than computers يبقى غلي اكثر من الكمبيوتر reading is more interesting than video games يبقى القراءة اكثر متعة من الفيديو games super superlative يعني التفضيل ازاي افضل شيء او شخص على باقي المجموعة في الصفات في الصفات القصيرة بنجيب the اللي هي اداة التعريف ويجيب الصفة القصيرة يعني عندي مثلا tall يبقى the tall وضيف المقطع est للصفة يبقى the tall list عندي fast يبقى the fastest عندي old the oldest اما في الصفات الطويلة هجيب التفضيل من كلمة more list اللي احنا استخدمناها في المقارنة تبقى the most يعني الاكثر او the least الاقل وبعدها الصفة الطويلة ناخد مثال عندي مثلا اقول نوها is the most beautiful girl in the class يبقى نوها دي اكتر بنت جميلة في الفصل ممكن اقول computers our laptops laptops are the most expensive computers يبقى اللابتوب دولي اكتر كمبيوترات غالية نكمل شكل الصفات اللي منتهية ب e نحط st فقط ما نحط e تانية الصفات اللي اخرها برضو اللي ضعفنا فيها الحرف الاخير برضو في est اللي يسغط التفضيل هنضعف كمان الحرف الاخير كمان الصفات المنتهية ب y وقبلها حرف ساكن برضو هنحزف y ونحط بدلها نستعود عن y ب i ونحط est ويقبلها the الامثلة عندي large the largest close the closest عندي big the biggest thin the thinnest hot the hottest fit the fittest الأفعال الصفات الأخيرة why easy تبع the easiest happy the happiest lazy the laziest healthy the healthiest معنا في regular comparative and superlative forms يعني عندي صفات لا بنحط لها er في المقرنة ولا بنحط لها est في التغضيل لكن شكل الصفة نفسه بيتغير لحاجة تاني عندي bad هذا تغير تبقى worse than يبقى هنا في طرف أول يعني مثلا أقول cars are worse than trains على سبيل المثال يعني العربيات أسوأ من الكطران for هنا عندي worse than هنا في المقرنة أما في التغضيل أقول the worst يبقى دا أسوأ حاجة for ممكن نستخدمها على شكلين أقول further than further than أو further than further than التغضيل بتاعها the farthest the farthest عندي أو the furthest الجود دي الصفة في الكمparative اللي هي المقرنة هتبقى better than better than في التفضيل هتبقى the best late هتبقى later than أو later than عندي the latest و the last little هتبقى less than أو the least في التفضيل many هتبقى many و much many كثير للعدد و much كثير للكمية الاتنين هيبقوا في الأكثر هتبقى more than في المقرنة عندي the most في التفضيل معانا both and either and neither and none هنا بنستخدم both and both all لاستخدام الكلام عن شيئين اثنين اما اسمين أو صفتين أو فعلين عندي both of the sisters are good يبقى انا اتكلمت عن البنتين كلاهما يكون كويس good at means كويس في الرياضي both of the books are mine يبقى هيجي بعد both و both of هيجي بعدها جامع هنا both and هيجي للربط بين اسمين أو صفتين أو فعلين زي ما احنا شايفين الامثلة بيقولي we met both my aunt and my uncle علي is both tall and strong يبقى علي في صفتين دول tall and strong clever students both study hard and sleep well يبقى الطلاب الشطرين فيهم بيعملوا الحكتين دول يام study hard and sleep well بيعملوا يدرسوا كويس ويبيناموا كويس both of بيجي بعدها اسم جامع أو ضمير مفعول يبقى both of ييجي بعدها اما اسم جامع أو ضمير مفعول الضمير المفعول زي them و us و you دول ضمائر مفعول وبيكون جامع أو ضمير اشارة برضو للجامع زي those وزي these حسن يبقى حسن قبلهم كلاهما يبقى of بيجي بعدها ضمير اشارة جامع أو ضمير مفعول جامع أو اسم جامع i bought both of these books yesterday يبقى انا اشتريت كلاه الكتابين دول امبارا both of بيقول عندما يأتي both of بيلي اسم جامع يتبع فاعل لفاعل جامع both of my brothers يبقى كلاه اخوات الاثنين خوايا الاثنين are at home يبقى هما موجودين في البيت تأتي ضمائر الجامع قبل both they both ده ضمير جامع وبيكون ضمير فاعل اما ضمائر المفعول بتيجي بعد both of بتيجي بعدها يبقى عندي the of ده لازم يجي بعدها ضمير مفعول وبيكون جامع زي هنا they both liked the film يبقى هما الاثنين كلاهما عجبوا الفيلم او حب الفيلم both of them liked the film يبقى كلاهما عجبوا الفيلم either و either of هنا للاختيار بين حاجتين و دايما نكون في الاثبات يبقى يا ده يا اما ده عندي either الاختيار بين اتنين ويتبقى اسم مفرد ويعد زي هنا المثال بيقول either kettle is expensive يعني كلاه الكتل اللي هي الغلاية سعرها غالي وهنا either kettle is expensive عندي either of معنى ايا من ويليها اسم جامع او ضمير جامع ضمير مفعول عشان either of زي both of اللي احنا قلناها قبل كده وراها ضمير مفعول them او us او you اللي هي دمار الجامع او اسم اشارة او ضمير اشارة زي these او those للجامع برضو المثال بيقول do either of you play a sport i will buy either of these items احنا قلنا في both both of هي بعدها اسم جامع هيجي بعده فعل جامع اما either either of ضمير جامع او فعل جامع زي ما هنا بيقول لي either of the girls are coming تستخدم either or بمعنى اما او لربط برضو بين اسمين او صفتين او فعلين هنا بيقول لي تستخدم either or لربط فاعلين فان الفعل اذا كان هنا either or either or نخلي بالنا ان either of لو جاء بعدها اسم جامع هيجي الفعل مفرد either or هنا هيجي بعد either اسم او شيء وor بعدها اسم او شيء الفعل اللي هيجي هيبقى تابع للفاعل الاخير دي يبقى ده فاعل اول وده فاعل تاني بعده or الفعل هيتبع الفاعل التاني مثال بيقول لي either اسمه or the girls the girls جامع يبقى هستخدم الفعل اللي جاي هيتبع الفاعل التاني عندي neither و neither all ولده ولده هنا بتديني معنى النفي بيقول لي لنفي الاحتمال عن اتنين واتبعها اسم مفرد برضو neither parent came to meet the teacher ولا واحد من الوالدين اتى لمقابلة المدارس neither of قلنا كمان لو هيبعدها اسم جامع لكن الفعل اللي بعدها هيجي مفرد يبقى neither of بعدها اسم جامع او ضمير مفعول للجامع للجامع او us او او برضو اشارة للجامع these او those هنا برضو هيجي اتبعها فعل لفاعل مفرد neither of بيقول لي اسم جامع يتبعه فعل لفاعل مفرد في اللغة الرسمية اما غير الرسمية هيجي برضو للجامع neither nor بيقول لي لابنربط نفس الكلام اللي قلناه في either or neither nor either or نشوف الفعل هيتبع الفاعل الاقرب يبقى انا عندي neither nor either or بيجي بعدها فاعلين either بعدها فاعل و or بعدها فاعل neither بعدها فاعل و nor بعدها فاعل نشوف الفاعل الاخير نجيب الفعل على اساسه لو الفاعل الاخير مفرد يبقى نجيب الفعل مفرد لو الفاعل الاخير جمع يبقى نجيب الفعل جمع هنا بيقول لي لما نربط neither nor فعندي neither nor فاعلين فإن الفاعل يتبع الفعل الأقرب في الإفراد أو الجامل يبقى جيب الفعل بعدها طب لو أنا عكس يبقى هنا هقول تستخدم بمعنى إلا أواء والربط بين إسمين أو صفتين أو فعلين زي ما احنا ذكرنا قبل كده طيب عندي واتخدم بمعنى لا أحد من ولا واحد منه ويليها اسم جامع أو ضمير مفعول زي هنا أو ضمير إشارة اللي هي يبقى عندي زي ما احنا شايفين non of جاء بعدها إما اسم جامع أو ضمير مفعول للجامع ونون of زي زيها زي either of وزيها زي neither of بيجي بعدها اسم جامع لكن يتبعها فعل لفاعل مفرد زي ما احنا شايفين بيقولي none of us وانت يبقى هنا اس ضمير مفعول الجامع جاي بعدها فعل لفاعل مفرد بيقولي لاحظ تأتي ضمائر المفعول الجامع you with them واس أو ضمار الإشارة للجامع زي those with these بعد either of أو neither of أو both of زي ما احنا شايفين كده وليس بعد either أو neither أو both قلنا اللي بيجي قبلهم هنا هيجي قبلها قبل either و neither و both ده ضمير فاعل أما either of و neither of و both of بيجي بعدها ضمير مفعول نبدأ مع بعض زمن الماضي البسيط زمن الماضي هو حدث بدأ وانتهى في الماضي و بنستخدم آآ التصريف التاني للأفعال سواء منتظمة أو شازة آآ هنا آآ بيقولي التصريف التاني ده عباره عن آآ بينقسم لقسمين عندي أفعال منتظمة بنضفلها D أو E D أو I E D آآ والأفعال الشازة بنجيب التصريف التاني للفعل وده بيتحفظ زي ما هو عندي الأفعال منتظمة بنضيف E D زي مثال play blade walk walk أما بنضيف D بس للأفعال الأخيرها E زي like like dance danced عندي الأفعال الأخيرها Y وقبلها حرف second بنحزف Y ونعوضها B I E D carry هتبقى carried study studied عندي في أفعال بنضعف فيها الحرف الأخير زي stop stop travel travel ونضع E D في نهاية الفعل المثال بيقولي هنا بيقولي الأفعال غير المنتظمة هنا الأفعال دي بتتحفظ زي ما هي عندي go هتبقى went eat eat drink drank fly flow كل الأمثلة اللي احنا عارفنا النفي في الماضي بننفي ب didn't بنجيب بعدها المصدر الفعل عندي زي I didn't give we didn't بتيجي مع كل الضمائر I didn't give my friend the phone يعني أنا ما أعطتش لزميلي أو صديقي التليفون وممكن أستخدم كلمة never في النفي لكن بتيجي في صغط الجملة المثبتة يعني we never went والفعل هيجي بعدها في زمن الماضي عندي نوعين من الأسئلة على كلمة سؤال مبدو كلمة استفهام اللي هو WH question كلمة الاستفهام وبعدين did فعل وفعل في المصدر عندي النوع التاني النوع التاني هو سؤال مبدو بفعل مساعد زي هنا بيقول what did you travel to Alex last week ده yes no question الإجابة علي يا إما يا إما نوع ودي الإجابة المختصرة هنبدل ما بين الفاعل والفاعل المساعد يبقى هنا did جات الأول لأ أنا هجيب الفاعل الأول وبعدها الفاعل المساعد يبقى yes I did أو no I didn't السؤال اللي بأداة استفهام هنا why did you come late يبقى هنا هقول be called the train leaves late أو the train left late يعني الأطور القط اتحرك متأخر الكيووردز اللي هي الكلمات الدلة في الماضي البسيط عندي yesterday last ملحقتها last week last month last year كلمة ago وسابقاتها عندي last بتيجي بعدها المدة الزمنية أما ago بتيجي قبلها المدة الزمنية إنه بعدها السنة من السنين الماضية أو كلمة in the past we once أو once upon a time لو أنا بحكي حكاية عندي في المبني المجهول بجيب نائب الفاعل يعني عندي قملة أولها فاعل وبعدها فاعل وبعدها مفعول لما بنعمل مبني المجهول بنبدأ بالمفعول ده بيبقى نائب فاعل واجيب اللي هو verb to be في الماضي يبقى was aware ورام التصريف التالث من الفاعل اللي كان في الماضي البسيط وبعده by we اللي كان فاعل ده هجيبه في موقع المفعول بعد by ده اختياري لو أنا حبيت زي ما صنعون the living room was cleaned by حسام yesterday يبقى الجملة دي كانت أسسها حسام cleaned through the living room yesterday استخدام الماضي البسيط للتعبير عن حدث بدأ وانتهى في الماضي زمن الماضي المستمر اللي هو post continuous tense يعني الماضي المستمر هنا بنستخدم للكلام عن حدث في وقت معين في الماضي حدث بدأ في الماضي واستمر لفترة ويمكن نستخدم أو الكلام عن أحداث حدث في وقت محدد في الماضي شكل الفعل بيتكون من فاعل وبعدها was aware وبعدها الفعل زائد ing الفعل ال-i وال-he وال-she وال-it أو الاسم المفرد بياخد was we و-you و-they والاسم الجم بياخد where وبعدهم الفعل زائد ing المثال بيقول I was eating my dinner I was eating my dinner they were studying math they were studying math اللي نفي في ال- post continuous عندي was where هنحط بعدها not يبقى I wasn't studying math yesterday أو yesterday evening يبقى أنا حددت وقت محدد في الماضي الاختصارات عندي اختصار was wasn't النفي بتاعها wasn't وهي ده الاختصار بتاعها ال-abrivation were not هتبقى weren't زي ما احنا شايفين صغيرة الاستفهام عندنا قلنا برضو نوعين من الاستفهام سؤال بفعل مساعد والنوع التاني سؤال بأداة استفهام السؤال بفعل مساعد زي ما عملنا استخدمنا was where كفعل مساعد برضو هي اللي هنبدأ بها في السؤال يبقى was where وبعدين الفاعل والفاعل زي ing يجي was she holding a camera هل هي كانت ممسكة بالكامرا لو الاجابة هقول هعمل yes او no وعمل تبديل بين الفاعل المساعد والفاعل هقول yes she was or no she wasn't النوع الثاني السؤال بأداة استفهام الأداة الاستفهام واستخدم was where كفعل مساعد وبعدها الفاعل و الفاعل زي ing المثال what were you doing at five o'clock yesterday يبقى أنت كنت بتعمل الساعة خمسة ايه مبار هنا وقت محدد في الماضي قلي i was doing my homework what was she doing yesterday evening وقت محدد في الماضي she was brushing her teeth بعد ما تكلمنا على الماضي البسيط والماضي المستمر هنا هنستخدم الحدثين او الزمانين في الربط بين الاحداث دلوقتي هنستخدم الروابط زي while و as just as when ممكن يجي بعدهم ماضي مستمر وبعده ماضي بسيط تستخدم يستخدم ممكن يحصل في نفس الوقت في حدث طويل استخدم زمن الماضي المستمر وفي حدث قطع الحدث الطويل ده او الحدث اللي كان مستمر ده بنستخدم له الماضي البسيط هنا بيقول لي نستخدم التعبير عن حدث طويل اللي هو الماضي المستمر وقطع حدث اخر اللي هو الماضي البسيط هنا استخدمنا while بيجي بعد past continuous وبعد past continuous past simple ده لو جبنا الرابط في البداية بنعمل فاصل بين الجملتين بقم المثال بيقول لي when we were walking او اقول while we were walking او as we were walking او just as we were walking down the road فصلنا بقم we met our friend هاني يعني بينما كنا بنمشي قبلنا صدقنا هاني عندي when بيجي بعدها past simple we بعد past simple past continuous يبقى when مونة fell asleep لما مونة حس بالنعيز she was watching لما كانت مونة بتحس بالنعيز she was watching tv كانت بتتفرج على التلفزيون كمان ممكن نستخدم مع while as just as we when نيجي بعدهم الحدثين يكونوا مستمرين في نفس الوقت وما فيش حدث بيقطع التاني مثال بيقولي while i was having lunch لما كنت بتناول غدا my sister was watching tv tv كانت اختي بتشاهد التلفزيون هنا لما بنبدأ بالرابط بيجي بين الجملتين كما اما لو الرابط جاه في النص بيجي الجملة التانية قبل الرابط ممكن استخدم during مكان while ولكن يجي بعدها اسم during the film بدون فعل وبدون فعل during the film Sarah was studying زي ما احنا شايفين هنا بدأنا بال past simple وبعدين while جبناها كرابط في المنتصف وال past continuous tense بعد الرابط هنا برضو كمان when جاء بعدها past simple يعني ماضي بسيط وبعد الماضي البسيط في past continuous tense وفصلنا بقامة لما جبنا الرابط في البداية اما لو جبنا الرابط في المنتصف ببدأ بالجملة التانية في البداية اجيب past continuous tense زمن الماضي المستمر وبعدين when رابط و past simple طيب هنا بيقول لي اضف الى معلومات بيقول لي لاحظ اذا لم يتبع while فاعل بيكون الفاعل بعدها مضاف الي ing يعني اقول while running في اثناء الجري reham fell down يبقى while running هنا مفيش فاعل لكن قال الفاعل زائد ing while i was playing a computer game i fell down هنا الجملة فيها فاعل وفيها فاعل فيه فاعل المساعد والفاعل زائد ing هنا ممكن استغنى عن الفاعل والفاعل المساعد بتساوي هنا ممكن استبدال while كمان بكلمة during during a computer game بدون فاعل وبدون فاعل during a computer game يبقى هنا noun during a computer game i fell down بيقول عند واصف حدثين بيحصلوا في وقت واحد زي ما احنا قول للوقتي يبقى هنا الرابط وبعده post continuous وهنا كمان post continuous وكمان when ممكن يجي وراه حدثين في الماضي البسيط يبقى when بعدها ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط زي هنا i lost some homework when my computer broke انا فقط العمل الواجب بتاعي لما الكمبيوتر اتعطر هنا كمان ممكن استخدم when مكان while زي ما احنا جبناها في الكتاب التاني بيقول when i was doing my homework the lamb suddenly turned off يبقى هنا الحدث المستمر اطعوا الحدث القصير لما كنت بعمل الواجب the lamb suddenly suddenly يعني فجأة turned off يعني اتطفت بكده نكون انهينا الشرح القواعد بتاع الوحدة الاولى والتانية ان شاء الله اوعدكم اعمل فيديوهات لكل وحدتين التالتة وربعة والخمسة والستة اتمنى تكونوا استفدتم معانا وشكرا للمشاهدة المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته